بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا آسف اكثرت تي سعادة قائد عشان نعمل الكنكشن ما علينا ربنا ينصر الجيش ربنا ينصر الجيش وينصر أولادنا البكاتل في الواطة ديل وسهل أمر الناس النزحوا وتركوا بلدهم النساء مغفور لعنا أن يسهبنا أن يتركنا المدينة خوفا من الاقتصاب وهذه من الخطورة بمكانا تخاف المرأة في مأمنة من الاقتصاب وذا ما ردوا لنا أن إحنا الرجال القاعدين في البلد كان أبهات كان أخوان كان خيلان كان أعمام دي مردها لي أنا مردها للراجل السوداني عند أي مرد تاني لكن مغفور لين ومحفلين إنين يمشن البنات ديلي مرقنين والأطفال والمروق من المدينة ما هو إلا إشارة واحدة بس هي فقد الفغة في من يحمي إذا الرجل في البيت والجيش وده من أخطر الأشياء وده الخطورة وده عمغة الخطير هنا وده الحياة اللي إحنا دارين نفهمها وندريك كويس حسا من التريند المرة الماشي في العالم الآن وحيقبر كثير جدا ومرضة فرص هو اقتصاب المرأة السودانية في مرأة على مرأة ومسمع جيشها ومرأة ومسمع رجالها وانا منهم لما لنجل يتكلم إخوانا في تغيير الخطة أم تغيير القيادة نفسها وده العنوان الكلام ده إخوانا ما كلام بتاع شباب يتعلموا السياسة في الفيس ولا حديث لزول مرتبط بارك النغاش ولا حديث لزول بتاع حماسة ولا حديث لمتنطعة على الإطلاق ده حديث بتاع كتب مبني على أسس لما ندقاء الكلام هنا تغيير الخطة أم تغيير القيادة الأدب بتاع القيادة دي علوم كبيرة جدا والغيادة بدغوط كيف المعايير بتاع القيادة نجاحها وفشلها كيف والنتائج شنون والخطة الخطة دي ذاتها دي علوم القصة ما فاصحة الله يرضى عليكم إحنا ماشيين في انحدار خطير جدا انتبهوا أهل الكرام السودانين في الوقت دعا الوجهة التحديد انتبهوا من قريب في قضايا ما بتناول أيزو وما مسلوح لا يزولي تناوله غير ناس متخصصين في الحاجات من باب الفهلة ووطق الحنق أيزو ليقول أي شيء لكن ده بيقع على تأثير كبير جدا على الناس على المواطنين البسطاء سؤال أول الحصل في مدني دا بتسمى شنو بالكتاب خليني من أي حاجة ربنا ينصر الجيش يا رب أولادنا البكاتلو ديل ده فشل في القيادة ولا ما فشل بالكيادة ده تحليل بالكتاب شنو الحصل ده شنو ما دار تقول في أي تفصيل عن بتاعت خيانه ولا ما أي شيء ده بتسمى شنو ده فشل في القيادة والإدارة والكومينيكيشنز وكل الحاجات المرتبطة بالليدرشيب كلها ده فشل فيها واضح ما دار لاي نغاش بالكتاب وإلا نكون دارينا غاضة تساكد الداري غاضة تمشي غاضة لما مع القلاطين ده مركز والفشل ده ما فشل على مستوى مجموعة محددة ولا اللي والسلم والكلام الفارغ ده ده ذاته البيحصل الكلامات اللي بتسرب ده ذاته فشل القيادة لأن القيادة إذا أحكمت حديثة عن الحاجة الحادثة وملكت المعلومة لعملاء الشركة بتاعتها أو الدولة في الحالة السودانية ما بيكون في إشكال إذا الشركة عملت إعلان إدارة الشركة قالت إخواننا الشهرة الجايدة بيكون في خسائر وأي زول عنده قروش مودة أنا هنا ممكن تكون في خسائر بتتراوح بين عشرة إلى خمسة عشرين وبتوضح الأسباب وتمشي لما انتحصل لي الخسائر أنا في المال بتاعي أنا بكون أكلموني أشيق قروشي دي أبيعها غيرها تصرف أنا لكن لما القيادة بتاعتك في الدولة ودي هنا القيادة في محق القيادة المسؤولة من الأرواح والتراب دي أعلى وأخطر قيادة ومنها أخطر الغرارات والأشياء المفروض تقوم بيها ومفروض دي لمشو بالكتاب بالنقطة وشاولا ما يفرطوا فأي حاجة من مادة الكتاب في أدب القيادة ما ملقت الناس المعلومة الناس تهيم على وجهها وتقول دارة تقوله كل زور دار يقوله أي زور ينظر وأي زور يقول أي كلام وأي زور عنده الناس بيسمعون بس وفي الحالة دي انت بتخلي المواطن السوداني تهي ما عارف قبلته طيب انت قلت حد حاسب الناس اللي انسحبوا اتل بحاسبك منه النهزل اسباب انسحابه وشنو ده ما كلامك انتا وده كله طلح كلام فاضل طبعا كلام ما عنده أي سنة أنا حاجيكا سأوضح لك الحصل في مدني حقيقة شنو وسبابه شنو وأنا ما بتكلم ليك بهواء أنا بتكلم ليك بمعلومات وبدك مستندات حسا هنا في اللغة ده تشوف الحصل شنو حقيقة في مدني عشان ما ما نتكلم زاكن عشان كده في المغدم أقولنا الأدب بتغيير الخطط أو تغيير القيادة والفصل بين القيادة والقاعدة بيتحارف الجيش ده كرام كبير ده كرام كده بدا واحدة من الرشال بتقول هنا بان إحنا أي زول اللي تتكلم في أي حاجة مين غير معرفة أي شي إتال بحاسبك منه البيحاسب منه الآن والشعوب مغيبة إتا ورهان والقيادة القيادة الهسني بحاسب أمنه دي لا لا يا أخي ماذا والناس في الحارب والناس المغروض يسكتوا كده هذا ما أكتر كلام ده ولا يشيخ أنك أذنك عشرين أخوة يدينا مع بعض إحنا قاتلين يدينا مع الجيش لكن خدت اليد ذات أنصر أخاك ظالما أو مظلوما بتنصر مظلوم كيف بتنصر مظلوم لما يكون بيتخذ غرارات خطأ وما عنده بها معرفة وما دار استعين بها للكدام وما دائل لأنه بفتكر نفسه هو يا ها بس فكرة ربكم العلا فرعون بدي هامان التعليمات مش هو وزيره بدي التعليمات ابني لي صرحا دي ما الطريقة بتاعتدار الدولة ولدي الطريقة في القيادة أصلا في كتابه المركز منذ هزيمة مدني المريبة ظل في حالة رزد للراية العام الراية العام الموجودة بحالة سيادي كلف المركز ده ناس وبالساعات الطوال عشان يشوفوا السيرفي بتاع الراية العام ويتجمع المعلومات للقصب بتاعت هزيمة مدني المريبة وهي التضاحينا ما مريبة ليعرف ويعرف السودانيين من اللذي يتحمل المسؤولية في أبجديات الليدرشيب بتتحمل المسؤولية القيادة وصل المركز لإنه خمسة وتمانين لإتمانية وتمانين فيلمية من الناس أكد إنه المسؤولية بتقع علي البرهان في المقام الأول So he must be held accountable هو والفريق بتاع تمانية وتسعين في المية من الناس بيقولوا هو والطاقب تمانية وتسعين بيقولوا الفريق كله و خمسة وتمانين إلى تمانية وتمانين بيقولوا مسؤولية البهان بشكل مباشر أنا أتكلم علوم معا يتحملوا المسؤولية كباشي والعطاء وجابر دت تمانية وتسعين في المية من السودانيين اللي وصلناهم بالسيربي والسؤال وما جمعوا المركز من الميديا المتاح من أحاديث ومن واتساب ومقتطفات وكل الأشياء لذلك إحنا عادة نقعد نداخر بعض الشي في الحديث في الأمور لأن المركز لا يمكن بس طلعت حاجة طوال يومينوط فيها من غير معرفة ومن غير عمقها وبعدها لأن الشعوب السودانية منهكة ودائرة حاجات حقيقية تلمسها شيئنا ولا كعب ولا سمحة دائرة حقيقة تلمس يبقى بالنتيجة اللي إحنا شفنا دي ونفس النسب دي ذاتا هي نفس النسب برجاتك دي ما بتمانح في التغيير التغيير القيادة وليس الخطة وفي سؤال لما نطرج على الكتاب كيف يخطة الخطة شنو تسليم المدن السودانية واحدة بعد واحدة للجنجويد الخطة شنو فتح الباب للجنجويد اختصب ناسنا وينهب القروش ويقعدون فيه الخطة شنو حقاتنا إحنا إحنا من البداية قلنا الجيش دايب الكاتل في تمانية دول خرام صحيح الاستراتيجية حقاتنا شنو نحن عدم الهجوم الخطة بتحت الجيش إنه إحنا ما عايز لكننا بنا نفهم فيها لكن التضيطون نمشي لناس العلوم نسألهم نسأل المعارف المتخصصين الاستراتيجية والخطة شنو هذا كلام العلوم والكتب الحارب تحولت من دالة حارب غزيرة ونحن متابعينها بالكتاب وصلت وين الجيش واقف وين الحصل شنو من يوم واحد أو ضربة البداية بالحارب لحد النهار الليلة المركز ده بغيم الأحداث عاد ما بنكذب نحن ولا بنقش نفسنا ولا بنقش زول بنميز الأشياء بشكل واضح جدا ما في زول في سودان مبسوط من الإدارة دي في بعض الجهلاء يقوم يقول لك لا نحن بس نقيف الوقت ده في الوقت ده نحن ما ممكن نغير الإدارة تغير القيادة هي القيادة زاتة قلبة على التراب حقو حقيقة انت ثلاثة ثمانية شهور داخل في تاسع وانت ماشي متدهور اخواننا في العربي الفصيح لو فاتح لك دوكان انت في الحي وماشي لو ثلاثة أربعة شهور يتبت تغسر بس 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 كده زي ما غيرت بس بس تكفي للدوكان بتمش شف لهم حلة تانية تفتح عشان تلحق باقي غروش احنا ما بنتكلم في غروش هنا احنا بنتكلم في أرواح بتاعة ناس واقتصاف في حرائر الدنيا كلها عرفتنا نحنا رجال السودان نسوار نبت صغفين جيش على رجال ونحنا أكتر شعوب بنتكلم عن الفراس ونحنا أكتر شعوب ركابين عليه ونص عقور ما في فراس بالهمجية الكون تحول لده ما في فراس بالهمجية ولو ما تبحت العشادي ما تحقي شي لو بيقيت مش فارس لو بيقيت بيت تاق للنار بيت موت سيم فل ما عند خطة تقابل بان ناس زي الجايين بيت موت بس يو كالناس يقول لا لا يا خلي الجيش ده يقعد زي ده احنا عارف لانو احنا وقفنا مع الجيش لانو فامي الجيش ده شنو أصلا بمس شنو في دول العالم الثالس والجيش في السودان ده موضوع مفهوم وده موضوع ما بين اللي فون دور فيه الله ينصر الجيش واقفين مع الجيش لآخر غطران لكن الجيش هو ماشي هو بكاتل صحح الأشياء مع العارفين ومعه ذاته ومع كله زول حريص علينا والوطن ده يحقق حاجاته لو ينتصر احكيني إذا كانت الليدرشيب الليدرشيب دي لا دارة تحضر برامج الليدرشيب دي لا دارة تشوف تستشير الليدرشيب دي لا دارة تفتح باب الليدرشيب دي ما دارة تعمل اي حاجة الليدرشيب دي ما قادر تتكلم مع السودانينا القاعدين ببرة تقولون اخواننا عملو لنا صندوق سريع بس يتحملو لنا المسؤولية بتاعت أولادنا القاعدين في الصقيعة وكاتلوا دين يأكلوا يشربوا إحنا مقفلين بس عدونا بطريقة بتاعت أكل خلينا من الأفكار الليدرشيب ما قادر تصنع على فريق دولوماسي يكاتل ويشتكي الليدرشيب ما قادر يشتكي الإمارات الليدرشيب بعد شهور ودقناهم دق إحنا من المركز تبين غوسين حتى يازل عطاطر الإمارات وأمس أو الأمس بعد سلة تروح حتى برهان تذكر يسم حميتي في خاشف إحنا لما نتكلم عن أدب تغيير القيادة بنتكلم عنه من عمر الكتاب هم أننا صالح لا برهان ولا فقير ونحنا مصلحاتنا في الترابدة والترابدة عشان يقيف عديل لازم ننتهج كلنا كل زون بيحب الترابدة ينتهج الكتاب والعلوم ويجينا بأشياء بتاعت علوم خلاص تسعة شهور من الكلام والفصاح الفارغ وطق الحنك من أي دور يجي في تكلم في جانا سوداني سوداني أو غير سوداني طاق حنك وين المناهج البيبن بالبلدان من المناهج نفس الحاجة الجيش ده شفتها زي البلد زي بنا الدولة لو ما في أسس حقيقية وليدرشيب حقيقية الجيش ما بحقيق نجاحات سوى مع عدو داخلي أو مع شوية بتاعت حرامية في السودان الجنجوي ديل ما بيقدر حقيق معهم حاجة لأنه ما عنده حاجة وجهة واضحة ما فيه وده هنا الغياب بتاع الخطة ونحن بنسأل الخطة شنو بتاعت ناسي نحن كدولة سألنا المختصين في الجيش المختصين في العسكري بيوتات ما عنده ما يعلاقة بالسودان زي ما في شايفين خطة ده الحاجة الموجودة دي جيش قاعد في محلات ومتجد هاجموا الناس دي خطة شنو الخطة الوحيدة اللي بتعرف في فقه العسكري في لوكي ده خطة الدفاع أنا بلد بيحتلوا فيه بلد بيهاجموا فيه بشيلوا مدينة مدينة منه أنا دافع أكون بس قطة الدفاع أخلون يدخلوا المدينة حتى واعد ذاك أجيوا إخواننا أنظروا في الكلام ده بعمغ الكتاب خلول بيترحل فيك رابنون شوفوا الكلام ده بعمغ الكتاب شوفوا القيادة بتاعاتنا دي بعمغ الكتاب بس ونفس النسفة التمانية وتسعين دي أو يزيد ما بترى إنه في باب من بواب المعايشة مع الجنجويد أصلاً مستحيل تدعايش مع الجنجويدين ولا بيحصل ده وما في دولة في العالم دي بيقول لها يخي انت تعايش مع المحتل بيدعايش الفلسطينيين مع اليهود ما هي تعايش هيظلوا يقاتلوا لآخر خطرة في عينهم بتاعات موية نداءات التعايش يبتعد يفتكرين جايب الناس غاصرين معنهم علاقة بالسياسة وأكرر للمرأة المليون السياسة علوم ومحاضرات ومدارس بخصوص الوجع الكبير ومنع الحمل وحبوب الإسقاط تكلمنا عنها في اللقاء السابق سريعاً تحدثوا عنها شريفات السودان تي وبيتي وأختك وبيتختك وبيتخالك وبيتخالتك وكل الناس المركز درست الغروبات بتاعت بناتنا ربنا أحفظهم جميعاً والشاكرين ومغدرين لكل القروبات السمعوا أدونا النسبة وأدونا فرصة عشان نشوف المرتطفات والمكتوبات أنا شاكر ومغدر والمركز كله شاكر ومغدر تعاونكم معنا والمعلومات بتاعة الحديث كان الخاص وطلبنا منكم إحنا عشان الكونفيدنشالتي في القطابات دي القصوصية حقاتكم قلت لكم بس أدونا طلبنا منكم بس الكابشنس والكابشنس المرتبطة بي مسألة الحبوب والأسئلة المرتبطة بالحبوب والحمل والاقتصاب وكيف تفاصيل موجع أم أقدر أقول الله لكن وصلنا لأنه أقلب النسبة القاعدة دي الموجودة عندنا في المركز بابنا ديها نسبة لأنه ما قدرنا ما عندنا أكثر من 134 134 مجموعة وال134 دي متنوعة وفي كمان للأسف الشديد اسمعوا ديها للكرام في مجموعات عندهم خبرة في الموضوع ده من بنات الشريفات في دارفور وديل بنا الدارفور ديل في القروب بتاعهم قالوا لينا هو أن المركز دي الباسورد ودي كل حاجة أد من انتو في المجموعة حقتنا قلنا لهم لا إحنا بس محتاجين حاجة خفيف فقدونا الأد من الديناء لوحدة من إدارات المركز من بناتنا ديل دخلت أد من وشافت الحاجة كلها ديل بدوا قولوا دي خبراتنا أن قولوها اللي بناتنا في مدني أن قولوها اللي بناتنا في خارطوم أن قولوها لأخواتنا وأمهاتنا وأن قولوها لكل بناتنا في سودان أنا شاكر ومغدر لكم فغتكم فينا دي فغة كبيرة جدا أنه تدون قروب عمره أكتر من خمسة أو ست سنوات بيرصد في الاقتصابات وما بعد الاقتصاب ودكتورات كريمات دخلات هناك بنصحن بالأشياء اللي بعملوا فيها الليدرشيب حقاتنا وين نحن ونحن الرجال نوين دي لأسئلة المرة طبعا في تريند عالمي ما شي شدة ما فضيحتنا كبرت التريند العالمي يقولوا الضامنوا مع النساء سودانيات بكل اللغات والله بكل اللغات والقيادة القاعدة بتحت الجيش الهسي دي في يدها طالب المركز ده بالقلم والوردة ومسجل وقاعد طالب المركز ده بالتشكيل فرق دبلوماسية وفرق إعلامية وقلنا هنا في الستاشر جناح لإدارة دا الحالي بتبدأ من الناس القاعدين في الميدان ومعاقب في نوع المتحدة كل شي أولادنا في نوع المتحدة بسوفي شنو للناس ضعاف الإدارة دي لازم تقول لها القيادة دي لازم تتغير في الجيش وفي السياسة الخارجية وفي كل حاجة لازم تتغير عشان السودان يحقق انت الصارع بالكتاب ما بتجنة على أي زول فيها حديثي بتقول في إنه في ناس بطالب بتغيير القيادة الإدارة المركز هو أول من طرح التغيير ده وخدت له خطة تتغير الإيراد الإدارة كيف بتاعت الجيش أول حاجة الثلاثي الخطر ضيزي حالينا من الصورة تتشكل حكومة حرب من ناس الجيش ما في حكومة حربها مدنيين من الجيش وتضم الهيئة العليا بتاعت القيادة قرفة العمليات بتاعت الحرب دي تضم الضباط من كل المستويات وتضم عساكر من شريط العدي المركز قال الكلام ده وما قلناه من فرق قلناه بعد استشارة بتاعت ناس بتاعت علوم بتاعت علوم ومعارف حتشوف هسا القصة بتاعت مدني نتانية أنا أقول لك حقيقة القصة أعلى مطالب بناتنا في الحاجات تنسمحوا لنا بها ده وأنا والله شاكر ومغدر لأنه ما من الساهل زور يقول لك تعج شيئا لاد من حقي نابل أعرفهم الناس دهل سودانيات بس ما عندنا معاهم معرفة ولا حتى الزمرة دراسة كانت معنا ما في أعلى المطالب والأحلام أما بنات دار فورما من الجيضات وصحبات خبرة في حرق القرى وفي الاقتصاب والجليد وكل الأزد طويلة المرن بيونا للأسف الشديدة الجنجويد رافع شهر الهامش تبهوا للحاجات دورا بطواك ويز عشان ما نبقى ناسه زيحنا أعلى المطالب أسمحوا لي بسأول الكلام أعلى المطالب إنه بنات دهل قالوا يا دكتور أنتم والفريق بتاحكم الله يرضى عليكم الكلام إنهم ما يشين وكل يوم بيقولوا ما ما يشين وما بسوه كلوا يكسروا البنوك يسرقوا القروش قلنا لغير العملة الليدر شيء ما دار تسمع يبقى تمشي مش كده ما ياتحقك ليه هدافئنا لبتهم مناعنا كمواطن ولا تمشي أفتكر إنه ما في حضيط أبعد منها حضيط أبعد من ده ما فيه بيتنا السودانية شريفة العزيزة الكريمة بيتنا القرمى بيتنا الصلاة تقول رسلوا لي الحبوبة ندد دائرة تاني منكم إحنا لو فينا في السودان رايين منكم حينو ما بتغمي الدالي ودي الحالة لباطن الأرض أحسن منها وصينا خلاص هل الغيادة عارفينو بناتهم بطالبوا ناسهم ببرى الرسول روما الحبوب تاتمنع الحميل والإسقاط هل البرهان عارف شوف إحنا بناشيين بمنهج الكتاب الجيش دي مؤسسة عسكرية سودانية ذات تقاليد وتاريخ طويل جدا لو هس اتكتل البرهان واتكتل الناس دير كلهم ماتوا ماتوا مطالة مطالة بس نام البرهان ده ما صيبه معنا المؤسسة انهارد الدولة انهارد يقتالوا البرهان ويقتالوا أي زول معنا المؤسسة انهارد معنا الجيش انتهى الجيش أولادنا القادم في الشارع دينا عندنا الجيش شريف والله لكن بس القيادة ضعيفة هلونا نكون ناضحين في الموضوع ده وقيادة ضعيفة بالكتاب نحن ولا دارين موقع البرهان ولا دارين موقع كباشو ولا دارين موقع النازل ولا نحن عساكر أصلا ولا عندنا في الموضوع ده ذاته أصلا حاجة انت ما عارف ونعارفه ما دار تملكنا اليوم لكن احنا بنملكك اليوم من الهي قيادة كلهم بملكك انو بناتنا أصبح تموتا من حلمهم حبوبنا الحمل وده يعني الاستسلام الكامل والمطاح جهودة يعني تعالوا يا جينجويذي اقتغصبونا لكن احنا والله اغضعف الإيمان حقنا اننا نكون عندنا حبوب ما نحمل لكن فليسهب الشرف في بلد رجالة ما قادرين يحموا نساء اصبحنا مضحكة في كل العالم الآن ويصبح العالم يتداعى عشان يجينا عشان يساعدونا الناس توقفوا الاقتصاب تعالي سمع ليه وصلوا البنات دي للحالة دي وصلوا ليه ليه وصلوا يفتشوا العوم ليه وصلوا الاستسلام ليه وصلت الكندك السوداني هذا الانكسار ليه ليه بيت المقالنا حوصلة المحدة الوصالة ليه واشنو ازأل نفسك حرب مستمرة هسي قريبة تسعة شهور ازا هي محمية في برج عاجب تسعل تسعل منده ازا هي عندها رجالة فرسان بيحموها تسعل منده ما بتسعل منده ازا عندها رجالة فرسان بيحموها صحي صحي بتكون هي شائلة الحاجات بتحت التطبيب والجيش قاعدة وقاعدة في معسكرات الجيش تطبيب الجرحة وتمارد الجرحة وتعمل الطعام وتساند وتشيل السلاح زان لكن هي ما في العرض دا ازا النفسك الغالي تسعة شهور قاعدة بيسويه بيشنو نسبة الاختصابات دي ما شد تدحرج بتاعها قاعدين عندنا في المركز بدأ كيف كسير البنوك السرقة النهي بدأ كيف المسألة دي ما شايفين توالي عددي خطير جدا واعظم المدون يدخلوا فيها ويقعدوا فيها ويكسروا ويشي والغيادة تقولين الناس القاعدين في الغيادة انسحبوا وتكذب وريك اسأل حاصلنا استسلام كامل للاختصاب الدعوة تحت الحبوب دي وتسليم بانه امر واقع اقصة بيقة امر واقع زي زي ما انت جيك نزلا ويجيك اي مرض ربنا يحفظ السودانيين من الامراد تمشي السيدلين جيبا الحوام او في البيت قاعد نخلي البندول كلنا لانه مستسلمين البندول دا اي زول بيجي سوداح في البيت البيت بيجي زي ما بيجي بيجي البندول بتاع الاطفال لانه شوفها معروف حي يجيهم نزلة وحمة وحاجاتهم البندول تيجي بتاع تالاطفال دي انا مشي جيبت الحاجات دي وخدتها في البيت وانت جيبتها والبندول دا قاعد في البيت كما بعد بقرة بعده كما الليلة جونا في سينار بيجونا بقرة وده اعلامون وده حاجاتهم والجيش بتاعنا القيادة بتاعتنا عفوا الجيش الشريف وكل اولاد البنكاتل دي اعظم الناس وان احنا بنكاتل عشان ندعم وننجيف مع اولادنا ديل بالسلاح وبالمال لكن اخوانا القيادة بتاعت الجيش دي هي الواقفة في الطريق هي الواقفة في الطريق التنفيذ الحاجات دي قولها ليه ما قادر تعليل لك مجموعة دبلوماسية عشان توزين الحاجات اجل السودانين دي لخليهم خالص خالص خلينا احنا اجل في قروش اجل احنا بندفع القروش احنا هسا نعمل لك نفير حاسة بتاع السودانين دي في 24 ساعة لو اجرت ناس يكونوا لك علام يشغلوا لك دبلوماسية يبشوا لك للدول دي قولها يتكلموا لك تصنع لك السيبينيا اجل ادفع قروش انت هابو ادفع قروش عشان استغيم امرو السودان ونحنا بندفع ولا تدفع قروش تدفعوا السودانين القاعدين ببر دي بس يحسوا انه في غيادة حقيقية انت ما سألتنا ولا جيتوا للسودانين دي في امريكا الكتار دي وفي بريطانيا ما سألتون قلتوا لهم احنا رويتكم شنو للبنسو في تيزعة شور احنا بنكاتل وماشين لخسائر كل يوم الله ينصر الجيش الله ينصر الجيش ان تتغير غياته دي الله ينصر الجيش ويغير غياته ذاته واحدة من المقولات في القعوبات البنات دي قالوا الحميد حمانا هربوا فاللون ودي قاعدة ماذا نرفح كابشن واذا عرين ندخل في تفصيله زي ومدني اخيرا شاهدة شاهدة على الحصة على الكلام بناتنا يهودا يبقى الغيادة دي فشلت في حماية الشرف وقيادة الجيش كل ما بتسويه هو مرتبط بالشرف التراب مرتبط بالشرف النهائي الحرائر مرتبطات بالشرف النهائي كبار الصين مرتبطين بالشرف النهائي الأطفال مرتبطين بالشرف النهائي للدولة بالنسبة لي قيادة على المستوى العسكري دي العلوم عادي يبقى الناس دي احنا ما دارين مكافرة ولا دارين مزايدة ولا دارين فصاحة من غير علوم الناس دي يمشوا يمزلوا بالراحة بأدب يتشكل يتشكل الجسم ده كله من المعاشيين المعاشيين النزلوا من الكلب ده ده الجنجوي ده الامل على البرهان نزلوا لقيادة تقعد لقيادة انا بتأمل فيها اكتر من كده سحبوا بهدوء الدروة احنا هسا خليناها نسحبوا بهدوء جيبوا قيادة كاملة وجيب الضباط انا عندي رقامه هنا بجيبه لك هسا في الجزء تاني من الحديث جيب الضباط ان نزلوا لوجه التحديد ان نزلوا بتاع جنجوي ده جيبهم راجعين في التشكيل دي جيب الناس المعاشيين ما تجيب اي مدني احنا ما بتكرهون ما انتو ما في اي مدنيين الا المدنيين النواقص مقصر ديل انت ديل بعجبوه لكن مدنيين قلبهم على التراب دا ديل ما بنفعو معك جيب المعاشيين جيب ضباط من الصفة التالت اللي واد ديل كله نحفين منه ما الله يرضى عليك خلهم يمشوا واي واحد فيه ريحة بتاعت انتمال الحركة الاسلامية ما بنتمي للتراب دا يفوت جيب الغيادة ديال الناس المعاشيين على وجهة تحديد للضباط ان نزلوا بتاع جنجاويد دا والله المعادلة بتاعت السودان دي تتقالفة 24 ساعة 24 ساعة لا قير وتاني ما في مدينة جنجاويد بدون فيه الرعب يلعب وكورة في مدني السوق هذا يا رجل لماين بتاع انتشاد يكسروا بنوخك ويرقدوا فيها اي تبتنوم يسوفي شنو يتاهم لا لا يا اخي الجيشنا ما عنده شغل كبير يا اخي وكذا ودي حاجات صغيرة وصبوط مدينة ما موضور كبير كذا شوف احنا همنا في المبنى كله الله ينصر الجيش الله ينصر اولادنا البكاتو ديل ويفتح بصيرة الناس الفي الجيش القاعدين ديل والمعاشيين نفسهم انهم يضغطوا في الاتجاه ده عشان يتفتح باب ويبقى التحالف ما كتحالف كزب ما يبقى الجيش واحد وشعب واحد كزب يبقى بحقه حقيقة الجيش واحد شعب واحد المفروض ما تغتصب تاني واحدة من حرائرنا في السودان قلو الجيش واحد شعب واحد الجيش واحد والشعب واحد ما في شك لكن القيادة هي الاهمدة الموضوع ده القيادة الثلاثي ده بس انا بتكلم في ده واي روادتان حركة اسلامية وده بتهيات الاركان ده ده الناس خيابات اللي نقول لك الكلام ضواضع وفو الشك لانو انا في عرض ترابة البرهان يقولي شك اللجنة بتاعدي تمشي اخ من غير مكابرة يا اخي بجنة بتاع تحقيق بتاع شك تتضحق علينا كلام عادي مقيمة ولا بسكت بناتنا دين الكلام اللي قدتوا التحقيق ده بحل لنا مشكلتين وبناتنا دارات حبوب منع الحمل والازغاطات ده برجع لنا وكاره ده برجع لنا الهلاع والخوف الدخل في المرأة السودانية وكذا الرجل السوداني ده برجع لنا ده برجع لنا تبنشو تمانية ساعات كالداري نسانا وحرائلنا قرعينهم ينزف تحية وتقدير لأهالنا في كسلة ربنا ينصركم يا اخي وينصر الجيش الحقيقي ناس كسلة استقبل الناس الجايين من المناطق بتاع شرك مدني كلها كل القرى الناس ويشهرنا قدير استقبلهم ده شعب دار غيادة اخوانا والله الشعوب السوداني دي اعظم الشعوب ما تشوف الحاجات الحصة حصلت دي ما الحركة الاسلامية عملت ختم بتاع خلاق في التلاتين سنة دي بكسرت ومعيشي لكن الشعوب دي هسا تلقى قيادة الليلة الشعوب دي تصبح في محل آخر لانا كلها مركزة برجع الخوف والهلاع الدخلت في نفوس الناس هلليك من الاشياء المادية نهب البيوت وما اضعب الاشياء في الحياة دي انو الانسان يترك مرتاح صباح وبيتو ونحال عمدو ينختار الاشياء الجيش ده بنتصر الجيش ده بإذن الله تعالى ينتصر نسأل الله انو يقوض له إدارة حقيقية يجيب له إدارة حقيقية ربنا سبحانه وتعالى عشان تنقول القصة دي لأنه الموضوع ده طول ما سأل الله ان ينصر الجيش على قيادة الفاشلة وينصر الجيش على كل خاين ولبمجرد من القيادة يتغير الجنجة ويتشوف لهم الحل يمشوا عليها بعداك والله في مالي السودانين دي لنحقوا باتتثبت الحاجات الرجال دي لما بيجروا تاني من مدينتهم إذا الجيش عنده قيادة حقيقية لأنه بكون انت عارف النازل قالوا ماشي مدني وحسي حسي المفروض حسي كسالة تتمل سلاحة يزور الدومار على راجل كلاش بس ما دارين يسنع سنار كلها وده ما بيجي إلا بقيادة حقيقية تعرف تقرأ الملعب صاح تعرف تشتغل شغل سليم وشغل صاح بس دارين كلهم قلوبهم حارة حكينا السلاح خلاهم يجروا خلا بناتنا آخر الزمان لأنه فشل في القيادة الناس بغير تفهم الحاجين في فشل في القيادة القيادة إذا بتضع ترتيبات السليمة ما بيجيكم ها وجايتو بتقيفو ما إذا راجل لديتو سلاحه دي بيتو قاعدة بفوتها ما فوتها ما فوتها حكي ما عندو سلاحها كثرة بتغلب الشيعة لا بشيل القصة بتحت التفاوض طيب سمحتم كلكم الحديث بتاع برهان قال أنا وافقت بالتفاوض تفاوض يا تو تفاوض عمو علي أساس إحنا وين من القصة دي ولن إحنا بس بهايم تساقط شنو الشو دانين القاعدين دي اللي بيقتصبوا في حرارة ويقلعوا في بيوتهم وبكارس يروفون شنو إحنا إحنا شنو أصلا لا يا دما كمان الوقت دا كمان دا وقت المعركة لا صوت يعلم فوق صوت المعركة المعركة يا تا الناس ما تبقى ناس طيبة أي تفاوض بالكتاب عاد أي تفاوض في الوقت دا بعد دخول مدني تسمي تفاوض لانكسار الهزيمة والتسليم ما عنده تعريف داني خارس خارس أي خطوة قبل الجلوس يجب أن تسبقها خطوات كبيرة دا إذا في قيادة في البلد بتحترم العلوم وبتحترم الكتاب وبتحترم التراب بتحترم الحرائر عشان تحل القضية لازم تستعد له تفاوض دا انت السودان دا عندك فيه ناس بيفاوضوا العالم دا كله وقاعدين بيفاوضوا على مستويات كبيرة وحكيت ليه كان الحاجة دي ناس مشت فاوضت مع الصين سودانيين يعلم الله مشولة دول تانية فاوضوا مع الصين شكالات هنا في آسيا والباسفين ولو تذكر جزر سلام دي كان حصلت فيه مشكلة وكان فيه تمويله مشو أهلك السودانين اللي ما بتحبون ديل مشو مع الحكومة الأسترالية فاوضوا الصين الصين تجي تقول لي الأفارغ اللي قاعدين ديل يلعبوا بيننا نحنا ويصوونا مضحكة سلاثية واتحاد أفريقي ديل كلهم جهلة كلهم جهلة ديل ورخصة في السوق بلنو لك استعين الكلام دا بقول فيه المركز من بداية الحرب وقبل الحرب ومع الحرية تغيير كنا نحن مستعين بالعارف وقلنا لحمدوك دا بشكل وقال جدا حمدوك ما عندك علاقة في السياسة جابوك رئيس وزراء وجيت البلد يقولها قبلة أطرق الباب بتاع العلوم والناس بتاعنا العلوم قاعدهم شوف لك يحلوا لك القصة كيف جاء أدفعه أو خلنا ندفع عشان يوروك الواقع الأفريقي يوروك نازل كلهم ونحاصل شنوف في أفريقيا والاجتماعات تحت الغارة الأفريقية دي ودخول السعودية فيها والإمارات يوروك يشرحوا لك يدوك اسمون فيدي ودي الناس العلوم والثين كانت دجو غلوم ما في أي خطوة سبقت أي الحاجة دي بس جانب في كلام كده طالعنا براء أنا وعفقت هو ذا هيل هو ذا هيل ها يو البرهان هو انت الشخص اللي مفرد تمشي تفاعد تفاعد في شنو إحنا كده ورهونا إحنا نفاعد في شنو ما الإخوان المفاوضات ديم عندها أسس وفي نقاط الناس بتكلموا فيها وفي حاجات لا لا يا أخي ما في اتفاق بتاع جدد الناس زيل ما قالوا يمرقوا من البيوت وما يمددوا الحارب وكده سامح الفالح كلامك بتاع جدد اللي حصل فيه عشان كده المركز قال ليك جدد دي تلغيها طوال لأنه جدد دي فيه كون في لك وفي انت الرئيسة السعودية عندها مصالح في الجنجويد والإمارات عندها مصالح من الجنجويد هذا كلام واضح ولا دي بيوتات أصلا قلنا لك دا المحل ما بينفع الترفيع على التفاوض إحنا في البوليتيك هذه ما لازم يكون في تفاوض في السياسة وفي الحروب وفي الاختلافات ولازم يكون في تفاوض لكن التفاوض الضم يقوم على أسس ومعارف وعلوم إيه ما عنده ولا اللي ياسر العطف ما عندهم النازل ما عندهم ما نكذب على زي ما هم يعرفوا في العسكرية إحنا ما بنا عارف في العسكرية ما بنا يرجعنا علىهم نقول إحنا والله فهمنا في العسكرية يساوي فهم ياسر ما عندنا ما بقدر أقول كلام سيدان يكون كذاب وركزي بيقول واضح ما دار لي وإيش حاجة يوم واحد أنا ما دقيت صفو انتباه في حياتي خالص خالص الدفاع الشعب دا زغط بيش هذا مرض يمي ناس أنه شغل بتاعت مع صفيقة جهلة أمريكا روسيا دانا عزاو وكوريكا والبسلي داموريا ما بسويا لكن هسا أنا مستعد الدر بس وكاتل معنا سيفي جيش بلدي مع من يكون التفاوط إمارات الحالب دي ما مدورا الإمارات يا ما تكلمنا هنا بكلام واضح جدا الحالب دي المفوط هسا بعد تتنقل الإمارات طوال طوال تتنقل الإمارات تقوم طيارة مهينة تتكسر خجب خجب الطيارة دي هناك عنده تتنقل الحالب الإمارات عشان يعرف أنه البلد دي ما بلد هاملة ما انت تقع ترسل فيه وتمتع روحك بعد سنين سنين إنه نقل الإمارات دي الواقف مع الضول دو بيسو بيفعل ويترو كلا قول دي الغيادة دي زاد العنسة قاعدة دي هي سمحت لو بالتمدد الخارج والعلاقات الخارج وي السلامة فاق لت عشان نترب الكلاب دي كان أفريغي دي على شروط من يكون هذا التفاوط من الذي أمل التفاوط علينا فجأة كذا أنا وفقت عشان كذا نحن قلنا لازم يكون في قيادة جديدة من المعاشين ضباط المعاشين وعلى وجهة تحديدا نزل من كلبي برهان واقف قال أنا وافقت بس بس كذا شاور تم لو انت المقتصبات والناس الماشيين البنات الماشيين القرين ومن زفو ماشي انقداري اتكلمت مع ديل ما ديل هم الناس بتعين البلد السودان وين من الفكرة كلها بتاعت التفاوط دمعة من التفاوط فيات البلد وليه 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 حسا والسودانيين كلهم انت برهان برهان يا رب الزمان مش كذا السوداني بسيطة انا وافقت تعالي حقد لنا مؤتمر صحفي كلنا جاء دعوة من البلد الفلانية او احنا مواصلين في اتفاق جدا او 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 اي حاجة تعال غش انا ساكت فاللينا مؤتمر صحفي اهلي الكرام والله انحنا جاءتنا دعوة وانا حامش الاب دي عندكم ليا نصيحة اسألك عشار اللي مليك عشار رسائم من الناس عندكم ليا نصيحة في مسألة التفاوض اي واحد من طرف كان صحق بقولك انت اقعد اتزوب بمجي امش الحق ناس في الميدان امش الحق ناس في الميدان واشوف لك فريق دبلو ما سخ لي فاو بس اختان من الكيزان دي ناس دفع الله والصواق دي الاختان منهم واللي والبحر على وجه التحديد الصق حجر ندا عدم المجال بس تقول انا وافقت انا واحدة من الكلمات انا وافقت اي امر يصدر من الجلوس هذا غير ارادة سودانية ودون استشارتهم ما انه احنا ومن ات بتعمل مع اتفاقات وات بتكاتل في من اصلا والطبيعة بتاعت الحاصل في السودان ده شنو ات عارفة بس واحد يقول لك ده اسكري عارفة ما عارفة الطبيعة بتاعت الحارفة في السودان هي ما عارفة المركز ده غير رفع بالكتاب حاكم في المسألة بتاعت الليقادي يغاندا ولا فأي محالها الليلة ولا بكرة ولا هس في لحظة الكلام ده اجمل حاجة انا بالنسبة لأي بالنسبة للمركز انو حنعرف اكسوبة الرئيس الجنجوي اجمل حاجة حنعرف ده لوما رسول عبدالرحيم عشان كده قلنا المسألة بتاعت الاشتشاريات في انو الحارب حق منو الانفاوضات حق منو وفي امنو والطرف السوداني في امنو والطرف الاجنبي في الامارات ولا في ملاقي تفريغ ولا في امنو ولا في السودانيين اللي اشتران رئيس الجنجوي في امنو الطرف التاني ما ممكن دولة عظيمة زي السودان تكون معروف اي حاجة بس البرهان يقول لنا انا وافقت على وافقت انا ناس العسكريين الله يرضى عليكم احسن الموضوع ده وانا اكيد لكم من انه ما بحصل اي شيء في الجيش غير التماسق ما بحصل اي شيء في الجيش وبيحصل عند السودانيين ما بتحصل اي حاجة غير التماسق والقوة والسند سند بشري حاجوك الاولادين الراجعين عندنا واش تاني نطلب الناس الشباب القاعدين في الغائرة يرجعوا شباب القاعدين في اي محل يرجعوا السودان وشيروا السلاح بيكون عندنا واش لانه لما تنزل في بورت سودان بتنزل من المركب من السفينة من اي حاجة سلاحك ياو ده قاعد وداك ياه معسكر التدريب قاعد طوالي انا لما نامشي طوالي ده كان المحسكر ومشي بندريش تدريب وشير البندوق ان شاء الله لو قاعدت لي في غرية في شوباك وستة وندوق ده وقاعد ده جا 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 وحد قطعت خيط ومكون خلاص سعيد جدا كاتلت ودافعت هم لدي لما تكون انا عارف القيادة هي بالباب ده انا عارف القيادة تنتهي من الحاجة المدورة في السودان القزارة المدورة في السودان انا عارف الادارة والقيادة بتاعت الدولة بتاعت العسكرية دائرة تضرب الامارات جعوم غدارة انا اكون عارف الحاجة دينا في اي محل لو استحيد معك بأي شي تاني ما عنده قيمة عندي بصدوك معك بأي ما امل احكي لما نكون عندي شوف لو في شكل بسيط في القيادة الروح والاداء وكل الحاجات بتكون ليس كما ينظر الانتاج فأجمل حاجة نحن نتوقع من القصة دي كلها بالنسبة للمركز انو هنعرف قصة الرجل المغبور شنو ونعرف الامريكان وكل الناس دي الامريكان الدون الرسالة قالوا انزل عقوبات على اخوه ما عليه هو ودي اشارة دبلوماسية زكية جدا لكن بنعرف كل الناس اللي قالوا لاغوه يتكلموا معه كل دقيقة إلا يكون صنع واحد في الصين الريبود وجابوه ودي الصين البتصدع إلا يكون يجيبو لنا لكن بعداك ما بميس ما بكون اللي قادم يكونوا في صحفيين عاد إلا يكفلوا في قرفة يجيبو له إنسان يركبو وخطو له بالأي هاي كل عاجة يقابل ويسلم عليه وبالأحضان ويقول له مصارين النهار عشان المستري تنتهي الجيش ما قادر انهي أوض ضحف في القيادة أصدر بيان حي الزلد أقول رئيس الجنجاويد ده ضرب حي ولا ضرب ولا شي زلد حي قاعد على قيد الحياة حي تمنفق عشان نحن نفق فيه ولا قول الزلد نحن ضرب نفق اليوم التاني بكتال جيش قيادة القيادة هي شنو التدعيل في أبسط صورة قيادة بتتخذ غرار وتحمل مزوليت نحن ما عندنا عهد مع المؤهد أنا ما عند أي عهد معايز أنا عهد مع التراب بس ما عند عهد معايز يبقى 98% ما عاوزين القيادة وعاوزين جيش شفت الموازنة دي جيش ده نحن ما يتيم معه ما يتيم مع الجيش ده مع أي تصور لكن نحن المسألة تحت القيادة ده هذا محل اختلاف عليه لا بد من أبناء المقنعة في الجيش إنهم يقلبون الطاولة هس والله وبالله إذا الطاولة دي ما تقلبت أمامكم خيارين اتنين خيارين اتنين إذا خليتوا البران والزمرة دي تواصل وفي ناس بيقدموا اختراحات دي ما حقتنا ولا حقتنا المركز زول قدم مخترح إنه والله أنا آسف ما بذكر اسمه لكن قدم مخترح إنه اتشك المجلس عسكري ويكونوا قاعدين في ثلاثة دي يكونوا قاعدين في بتاعة بالجنب لكن يتحملوا المسؤولية إدارة الحرب الحقيقية يكونوا ناس دي قاعدين الحاجة اللي بتحصل إذا ما تغيرت الإدارة دي بيكتنوا الناس دي شر غتلا وتظل الانسحابات من كل مدينة المسرحيات الانسحابات دي تظل من كل مدينة وتهان كل النساء وينته الناس بمعسكرات في دول الدوار دي قال المركز أول حاجة أول جيها قالت المركز إنه ناس بنتوف المعسكرات فبال كده قلنا المعسكرات بتاعت القليم هسا المعسكرات ما شاء عليه الحدود لأنه طاردك مارك من مدني وما شاء في تجاه الشرك بتنتهي وين تبتكون عارف بتنتهي في عطم بحط المسرحيات الانسحاب يا تقتلوا كلكم أو تؤسروا وتهانوا وتزلوا وتهان الحرائر ويقتصبنا أمام حيوكم الحاجة التانية اللي بتحصل تهزموا وبعدها يسبح الجنجويد الناس الوسط والشمال كلهم وبيبدأ بالعساكر تسبح شر زبحة تهلا وباش لا بيعرفو قانون دولي ولا بيعرفو أي حاجة لنم حاجة مالياني بافو راسو ماشيين بيا تهان فتا الخيارين اللي بتين دي لحسن لك تغير الغيادة دي هاسا قبل ما تبقلوا زبايح بلكم وامسكوا كلام دا التاريخ أما النظرية البروف فينو شعوب تتسلح كلام دا بدري قالو بدري جدا وشبابنا في الاحياء تسلحو ويحمو حيو بس حيو ما تحمي مدينة قاملة ولا يحمي حيلا تكمدي أحميه بالسلاح بسلحة بروف قالو كلام دا بدري الناس كانت بتضحك تبس تفتكرينو الناس بيزي تكلم ساي زي ما المركز دا قال الاف كلامات الناس ما أخذت ما أخذ جيد خذت في مهازل ومضاحك تمانية زيد واي تمانية زيد واي دا فيو مطفال و المسوان جاين وين دا ماشين عليك ماشين علي مدني دا الهال منو دا الهال الشباب البكات دا دا الهال المرتزقة دا من النيجر ومن أفريغ الوصول دبلوماسيتك من وين مع النيجر وين الدبلوماسية الحكومة تغيرت هالكانت بتدعم الجنجويد ليه ما ما شوف دي للناس دي لقعد معاهم 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 اتفاقات ليه ما نتفق معاهم ليه ما نعمل معاهم اتفاقيات السراتينية ليه لا ما ديل دا دي البوابة بتاعت فرنسا وفرنسا بتفتش والكمية بتاعت الدهب المخزون واسي فرنسا لو ما رقت من الاتحاد والربي بدها 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 بتكون أقوى عملة في الاتحاد الوربي ككل لماته من عربتي من 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 مناطق افريقيا دي وبي لزي لقصة عربتي دال امريك عشان ما يعمل قام ارعاك لانا فرنسا لو لقت بازوم راجع كويس معا جدا لانو حيرجع لا قواته في المنطقة انت ليه ما تمشي تفتح لك قطوة دبلوماسية عشان كده احنا تكلمنا بين الفرق دي لانا بتعرف وات خليك نجيض واس نجيض لانا المعارك بتا جدي الحارك بتا جدي نجيض لانا قدنا المسؤولية دي ما قدر تلع عشان كده كده دارة جديدة اي منكم تتحرك وتستخدم السند الشعبي السند الشعبي لازم اي مدينة تجهز واي قارية تجهز حليف شندي احسن تقعد عديل تقعد عديل لانه في تسميات وفي قصد عديل الموضوع ما على الطربي زوا ما المسألة ما بيقدر عروت دي قد دوا مش عرب تي عرب تي ومصاق تفريغ ديل ديل جايم مع تباح تاني مع كبايل تاني عند مع عاج احسن تقيف عديل بناد ناد بهم السلح باطن الارض احسن ليلة بس استان فرو اولادكم البر القاعدين كل ما بيقدر يجي كل رجح ما في للبرهان وياسر العطا وجابر وجنجاويد جابر جنجاويد دانا بس عمي لم يتبقى المرايا سل العطا وجابر جنجاويد ادنى شرف رجوله بعد قصة الحبوب دي ادنى شرف رجوله ما في تاني بنات ناب حسن عن القصة دي ذات اني ما في شرف رجوله تاني اصلا ذاته يجو قبصة الناس جهله في السياسة يقول لك لا ما تقدر نرجع المتال الحاري المدورة ما بدأ العالم في الميديا بدأ يدعى الضامن مع السودان وقالوا بالتفصيل البحصل في سودان اخطر من البحصل في غزة بالنسبة للمرأة وشفت كلكم البحصل في غزة ومشه اكرر جالة صامدين جالة صامدين وريني هسه في واحد رزاوية اقتصبه صبال يهود فيه فيه بقاعدكم شنو بغليكم تأجروا من بلدكم شنو واحد ما عندك سلاح لازم تمرك ما عندك سلاح اقتصبه بيتك لانو ما عندك سلاح والسلاح دا اللي بتوفره منه بتوفره القيادة والإدارة بتاعت الجيش الغيادة دي ما عندها سلاح صروفة صعبة بتكاتل في كل دقيت الباب عملت في رقض دبلوماسية تمشي شوف لك طريقة بتاعت سلاح تجمع لك مال من السودانيين عملت نفير خارجي لأهلك عملت شغل دبلوماسي ما عملت أي حاجة انت قاعد جوا ونحنا بنخسر كل يوم لازم انت تتغير عشان الموجه تتغير قل لا استغاست بناتنا دي هي مثلة ومثل موافقتك على اقتصابيتك في عينك بس أنا أقول قاعد أقول الوافقة هذه اقتصابة وبعد ذاك أصفق ليون وأشجع اللعب الحلم المركز ردد مرارا متكرارا لأنه ما متخصص في العسكرية لكن ما يدور في سودان أصبح من الوضوح بمكان ما دار نوعي اتهادات ولا معتاج تكون عندك في إدارة الحرب ما بيحتاج نجاح الجنود في الميدان وفشل القيادة مما أثر على أداء الجنود الشرفاء الذين يحتمد يحتمد على الإمداد وخطة التي ترى نتائجها أمام الناس في ناس ماتوا في الكوب رحانتوب أتعلم ذلك بعد الانسحاب في رقابة والناس بسيطين جدا عساكر بسيطين جدا لمعلومة أنا قالوها لي عساكر وقفوا صنددوا كتالوم هناك ولا عارفين أسمعوا أن إحنا دي الأشرف الناس قال لهم يفتحوا الكبري هم يكسروا يفتحوهما ليه تفتحوا لهم ولا يخسروا ولا طلقة البساطة شديدة إدارة عسكرية تفقد مدن خلف مدن دا بيعني شنو في استراتيجية الفروب والغيادة دا بيعني شنو بخليل للناس تشوف واحدة من خطورة صغوط الجزيرة المنطقة دي الناس ما ممتبهين لها الباركة دي الباك بتاعها على حسب الخبراء بتاع المناخ الباك بتاعها والدافع الأساسي هو التحولات المناخية في المنطقة الأفريقية والرف عربتيه في كثير من البلدان الأفريقية دا الأس البعيد بتاع المعركة الهاتف نحن خايدين هذه فخطورة صغوط الجزيرة دي بعد التشريد والنهب حد دخل البلد في مجاعة ليه لأنه الانتاج بتاع لك الشرافين في الهر بتاع الجزيرة دي البلد حتدخل في مجاعة إضافة للحرب والتشريد وخلاص دا وضع البلد حيكون شكله كذا فأحسن الغياد يجب تغير قبل ما الحاجات دي تحصل اللي بنكلم ليك عليها السليل الأسف الشديد لأنها مرئية بس ما في زون داري شوف برنامج الغزاء العالمي وقف أعماله هناك لو في إغاثة زاتة دارين يجب والناس ما في طلي طريقة برنامج يوقف لأن الناس الشايفين هم ديل بأخلاق دي ما في زون بيكون داري في هناك لامر أنا أنتظر لي أنا زون أجنب يقاعد شغال في منظمة البقاعد نشن لناس أو باش دي ما في حاجة قبل أن تسهب لأي مكان يجب أنت توقف العمال دي قبل ما تمش لأي حاجة دارين كشف كشف لعلاقتك مع رئيس الجنجويد دارين كشف حسابات إبعاد الشرفان من المؤسس العسكرية أبعاد من الدار الجنجويد دارين منحتو حاجة تصرف في البلاد شرقا وقربا في كل موارد تصرف في العباد سياسيين على عسكريين منحتو حاجة تينيد اللي هو أصلا معروف في العسكرية حصرا على جيش الدولة القومي تينيد حصرا على حاجة الجيش القومي في العسكرية أدتو الحاجة حييتو وإنتو قولكم يتاور هاني يجب أن تساءل وتحاسب لما لكن هسا أخواننا في حارب كيف يمشي إحنا حاجة عزتنا في الدولة السودانية غير ده ما وقته ما في ما في لأنه لما تقول ما وقته ما بتقول من منهج علمي بقوله أسعي الناس ولفي تقييم لكذا النتائج بتاعتنا قاتلا واحدة من أخطر للشاف في سقوط مدني إنها انتهت من رأس المال السوداني مدني دي ما مشل رأس المال السوداني كله بعد الخرطوم ما جرينا من الخرطوم مشا رأس المال زادوا جارة هناك وصلت تبدني خلاص ما في ثاني حتى فيها رأس المال سوداني ولا تجارة ولا مواصل لا أي حاجة ودي واحدة من القطط إنه يتكسر رأس المال المحلي ليهزم الوطن وإنت بيطالب المركز ده بالشهور أو بالسنين إنه تتغير العملة إنت الحدي هسأ محافظ على العملة غير العملة دي لنا ما فين ضم بانك دايز والمسكين غيرشاته بيجيو غير العملة لأنه عشان تان أي بنك يكسروا للبرق ديت بخار لكن الإرادة والإدارة قاعد دعاين ولم اخترح ما قدمته في الموضوع ده وجبريل قاعد برده ولم اخترح يغير العملة بغيادة ما بتنفع في غير فاشل حجرة الحياة كانت ماشا بشوية رأس المال الموجود ده أنه شو بس ودانيين ده جمعت حاجتنا كلها في مدني رأس المال وما نملك من مدخرات وغير من أشياء كانت قاعدت في المربع ده المفروض الآن إذا في حرص من القيادة التي يجب تغييرها وأنا مؤمن لابد من تتغير إعادة ميتين ستة وتمانين ضابط شريف أبعادهم رئيس الجنجوي ميتين ستة وتمانين ضابط وضع الضباط من عميد وفور عميد ولواء وعقدة فيهم شوية عقدة عندنا الستة ميتين ستة وتمانين ضابط دين نزلهم ورئيس الجنجوي قال دين ما يفهم معي نزل ورجعوا هسا في القيادة الآن اقترحت لك تشكيلة تكون كيف ده إذا أنت حريص على الوطن أصلا والجيش فيه ناس فرصاء لو أنت ما عملت بعملوا أولادنا في الجيش دين أولادنا المقنعة دين تجيب ال286 دين راجعين وجيب الشباب النزل من حركة الإسلامية نقب وعقدة نقب ومقدمين صغار كانوا رواد دين هسا الحدي سأكون في مروح جيب دين راجعين العسكرية عسكرية عسكرية زي نجار ما بيس أشكر كل كل ركوب عاجلة ما بتنسي عشان دير يكونوا لك في مجلس الحرب ودعيد مجموعة من المعاشين الأقوية تجيبهم عشان يكونوا في المجلس الحرب كثين كمفكرين ما تلبسهم ذاته قلهم بس يجو كم المعاشين دين بس لتو بالفكرة وبس لتو بالمعالجة بتحت الأشياء ولأن مما كانوا بر الصندوق بر يكونوا فهمين كويس إنه ممكن يس لدولة السودانية كيف عشان تقيف سريع جيش واقف والله والله جيش واقف وأولادنا دين واقفين مقاتلوا في أزعب الظروف ياخن إحنا السودانين دين بنقدر الأولاد دين ندي ماكل وشرف تشفي الطعام دين بنقدر نسوي كله نحنا من بر بس لكن إحنا ما في زور كلمنا ذاته لا إتو إلا كلمو إلا لأنه نحنا لازم يكون عندنا جهة موثوغة ندعم فيها لأنه القصة حرامية قلها هي لازم تكون عندنا جهة موثوغة وقيادة نثق فيها نحنا عشان نقدر ندعم معا ونقدر نوصل الحاجات للناس المغروض تصالهم عسى كرنا القاعدين في البري دين ربنا يحفظ المولاد المقنعات دين وربنا يقويون إن شاء ربنا ينصر الجيش بيبعاد غياته هذه طيب القصة بتاعات مدني قلت عليك أصلها أصل الحقاية نحنا تعبنا من الكزيد تعبنا من عدم الوضوح في مسيرة وده التراب ده حقنا نحنا إذا ما كلمتنا نحنا نتكلم منو انت الليدارة الأمريكية وجهت الجيش السوداني وده الكلام قاله على نسان وزارة الخارجية وده الكلام الآن بنيت عليه حقيقة ما حصل في مدني الخارجية أدت توجهات اثنين أو الإدارة الأمريكية أدت توجهات اثنين قالت للجين جويد ما تتمدد وما تدخل مدني على وجه التحديد مدني دي قال لي وما تدخل مدني ولما نجويد ما سمح كلام الأمريكان وما بسمع كلام الإمارات بس عشان كده أنا 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 قلت الحال لازم تتنقل الإمارات لازم تتنقل الإمارات قالوا ما تتكلم لأنه بكرا بتفضحك الأحداث بكرا الأحداث أف أي كلام المسؤولية يكسر الدولة سودانية دائرة يعيد ترتيب الجغرافية والدمغرافية وغير السكان كلهم يضردهم ويقتلهم هذا حال في السودان نحن لا نستطيع نوصل لأنه لا لدينا البنية الأساسية التي تتوصل إلى الشغل لدينا البنية الحريصة على التراب لكي تنفس هذه الحاجات بالعقول وليس بطق الحنك وكلام الجهن في السياس ما بالطريقة دي الكل يعلم إنه إذا دخل الجينجويض غارية أو مدينة انتهى الأمر فيها الأمريكان ديل سمعوا بقصة نهلة وأمها لماذا حصل شنو بمهسة جديدة كمان النهلة هي والدت ربنا يرحم هي والدت قاعدة في البيت وأخوهم أفتكر اسمه وليد دخلوا الجينجويض اليوم في البيت بالميسة في اليوم الأول و قاعدوا دارين أكل وبتاع مالك وفاتوا قصة ظاهرة الأكل النازل يبقى أكل ما عندهم يبقى بدخل الموض دي كجوز من الأشياء الأكل برضو قالوا للنازل سريع إنهم دارين لا لدينا حاج الحاج الفياد دوال مش ألف وفات شاف البيت جو بكرا جو البكرا أول حاج أول وليد قالت عن مارك ساق ومع رفين وليد وليد أول وليد وليد يوم المفروض يفضل مفروض يمثل في مدني ومثل في الخارط ومثل في مدين السوداني أهلا دي يابتا جاويدا بالبندوقية قاعدين مهم دي رجالتون ديل مهم فرسان بالبندوقية وعلى المسوان وعلى العزل ديل يا هومال أوباش عربتيها صواقي ديل ومعهم القبال السودانية الدعم الموقف قال لي انتي تامشي معانا قالت لامشي معا قوين شب تلمقالنا عدي أهدي هاد داير الرجال دي داير الرجال سودانيين يسندوا الرجال حقيقيين في القيادة بتاعت الجيش لانه الرجال بتاعنا الجيش اللي بيقاتلوا لو أخذوا الخط ما كان دي بيحصل لها دي ما كان بيحصل لها الحصان دا حصر عليها إلا تمشي معانا شارت لها حاجة من حاجات المدبخ حقه ونحله وكسرتها لهم في راس أضع طلقه كتلا وضربوا ما طلقه فيه في شغل دا بتاعه في كتفه وقعت الاما غمي عليها وأجيران بعد ما هم دي المرة بفاتوا الخوانة ديل بعد ما كتلهم كتل البيت لكنها عظيمة شرف وبتمقلنا على صحي صحي أرجل من رجال في مدني العملات والبيت دي ما عملوا الرجال في السودان قلوا أنا معاهم ما عملنا ما تدتو حفظة شرف السودان كل يموقف دفنا ينبأ الباب لما نمأ وعت بعد معاول الإزعافات الأولية للأم أعلى البركة فيكم لأن يختصب نهلا ونهلا ضربة والضغط المواجهة دار الأمريكية بتكيل فيك يا لين شاكيد المركز كان بتكلم ليكم في أنه لازم يكون عندنا الوفودة الدبلوماسية دي الدبلوماسية تمشي حصين مدين موازنة سياسية بتعملك إذا إنت إذا وطنك بهمك وطرابك بهمك قيادات السودانية تقبل وتنفذ التوجيهات الدولية بتاعة الأمريكاني إنهم ما يدخلوا مدني وما يحاربوا في مدني وما يسمعوا كلام الحرائر وما يسمعوا كلام نهلا ربنا يتقبل شهيدة بإذن الله أنا دافعت عن شرفة وماتت شريفة هذه السودانية وزي ما أنا قلت لكم السودانين دي القاعدين معدن ومناصيل فيه المعدن الأصيل قاعد والمقنعات قاعدات وفي رجال قاعدين قيادة السودانية بتنفيسوا الجهات العالم والجنجويد ما بنفي زي حاي بيعمل الدار يعملون ما العالم كله قال لي ما تيتمدى تاني في المدائن ماشى دخل مدني وماشي حيمشي أي محل هاس لأنه إحنا قيادتنا هوانات قيادة الجيش هوانات جيش شرفة لكن قيادته أغزام زي الحكومات السودانية المرد على السودان كله الغاد السوداني كلهن أغزام يقودوا نجوم لكن بديت قريبة طاولة لإذنه تعالى لأننا ماشيين على باب العلوم إحنا بديت قريبة طاولة وقريب جدا أولادنا ديري تحزموا تلزموا في أحموا أحياكم ومدينتكم وغيرتكم بس وأنا بطلب من الجيش فأي معسكر أدو لأولاد دير سلاح تم سلاحهم مقدرين يقدروا حلوا مشكلتهم وأطرغوا لبابنا نحنا برا والله ندفع والله السودانين دير كلهم يدفعوا لك ملايين الدولارات في اليوم على أقل تقدير يوم واحد بيكون اليوم بسبع مليون ده غير السودانين الشرفان ممكن يدفعوا سبع مليون دولار ما هذا يقول المنطق يسماع البرهان للإدارة الأمريكية وعدم سماع الجنجويد لحرارة الإدارة الأمريكية فينه ما يتمددون ما هذا يقول المنطق هنا البرهان يصير على مدارات الحقيقة ودي واحدة من الأشياء المهم مقبولة مطلقا ولا تقبل فأي قيادة إنها تصير عليك فالحقيقة من الشعوب السودانية القيادة الحكيمة تدفع عنا تهم القيادة الحكيمة تقدم البراهين للناس القيادة الحكيمة تتخذ القرارات التي من شأنها تطمين الناس وأي قرار بكم والحق بسلوك للتنفيذ مندوحة الجيش كيزان دافعنا عنا نحنا أول من دافع عنا المركز سمعنا ما سمعنا من قلة العدب المندوحة دي القيادة والإدارة ما دافعنا عناه الجيش ما دافعنا الموقف لحد ما انتهى الجيش سواقت سودانيين يقول لك والله الجيش ده جيش كارتي كارتي وقيادة الحركة الإسلامية من أصغط الناس سنتونيا أصغط بشر مشوا على أرضا سودان يكون الجيش حق فردي منهم كيف الكلام ما عرفت القيادة تدير الموضوع ده ولا عرفت تدافع عن الجيش وده أخذ زمن طويل جدا في المندوحة دي والمندوحة دي أضافت ناس كتار لجانب الجنجوي وده في الخط الإعلامي وده المصبوحة في الدولة السودانية الدبلوماسية وإعلام إحنا مصبوحين وبنتكلم في الكلام ده بالسنين القيادة ما دائرة الحاجة دي إحنا وصلنا لأن القيادة دي لازم تتغير بأسباب بالكتاب وبنجاحات واحد ساعد واحد دي ساعد اثنين مندوحة المعلومة والكيزي الغيادة لازم تملك الناس المعلومة الحقيقية الكيزي بدبي لأنك عندك نواية غزرة وعندك أشياء مواضحة تركت شعب عظيم القيادة الموجودة تركت شعب عظيم تتلعب به الميديا الإماراتية الميديا يكون عندها ألاف الحسابات تحت الإمارات تفاتحة في الفيسبوك بتاع السودان ميديا تدخل لناس بأسماء سودانية في لقاءات بتاعة ناس وما تدعمي موقفهم وصواقيت وما تدعمي موقفهم في سواني بيكون في عشرات بتفرجوا فيهم تفاكر السوداني ما بكونوا فاهمين الآي داس ممكن يدخل شوف المشاهدين بتاعينك وتاع شوف أي حاجة وجايد من وين وواقفين وين تفاكر الناس ما فاهمين الحاصل شنو الإدارة الإماراتية منوا تدور في سودان بكل ما تملك من إعلام وقروشه وقتكاتل قتال شريس لانا دارة استريد قروشة صرفت على الجنجويد ما حبان في الجنجويد داري كسر الدولة السودانية وكسر قيمه وكسر أخلاق السودانيين وكسر أشياء أم كلها بمندوحتين الجيش كيزان أو القيادة دي قيادة كيزانية الإدارة والقيادة بتاعة الجيش ما عرف التدافع عندها دافعنا إن إحنا السودانيين لا نعارف مين الجيش دا مؤسستنا إن إحنا أي فيو كيزان بالحيل لكن دي مؤسست facade دولة السودانية ما عرف تدقول كلمة ولا عندك فريق دبلوماسي ولا إذا القيادة دي عندها فريق إدافعنا ولا عندها أي عاجة بكاتلوا السودانيين للبراون زي جيشنا الحقيقة أولادنا البكاتلوا ديل بكاتلوا من غير قيادة من الآخر كذا بالكتاب ربا ينصر الجيش وينصر أولادنا ديل ربا ينصر الجيش وينصر أولادنا ديل الناس بعيادات الوسيطة في الجيش قيروا القيادة دي سريع لأنه كفانا اقتصاب بيقينا فضيحة العالم بناتنا محل الاقتصاب في العالم وبقيوا تدر علينا الناس كل الناس في مواقفنا عذر المصريين أشواء أخرى احنا أصحابي الطولة عليك أصحابي الطولة عليك في التاريخ والمقرى التاريخ من السودانين أو المصريين في مواقف السودانين والجيوش السودان القاتلت مع مصر يمشي يقرأ التاريخ عشان ما تبقى مضحكة ومضحكة ومهزلة إنك تبقى معارف تاريخك وشرفك والأشياء قدمتها لمصر عسكريا أكبر من أي دولة في الدنيا دي قدمت المواقف العسكري وهذه شهادة من القيادة المصرية والموجودة في التاريخ السوداني والموجودة في التاريخ المصري ربنا ينصر الجيش ربنا ينصر الجيش ربنا ينصر أولادنا ديل وانا أعتقد انه أولا نصرة هتكون من تقيير هذه القيادة ربنا يرحمنا ويش في صدور كان داكاتنا العظيمات في دارفور في الشرب وفي القارب وفي الوسط وفي الشمال وفي كل مكان ويحفظ شرفنا يا رب العالمين بأولاد مقنع حقيقين أقعد موجب ولسا قدام الصباح في أمان الله